مشوار طويل جداً كواحد من أهم حراس المرمى للعب والبلوز امتد بعد تركك للملاعب ودلوقتي أنت سفير وممثل لنادي تشيلسي وأيضاً أعتقد أنك أنت التكنيكا الكوتش المسؤول عن ملف الإعارات خليني أفتح معك أكثر من موضوع والبداية هتكون معكس العالم للأندية يهمني بداية أعرف لأنه فيه كلام كتير جداً على توقيت البطولة وعلى تعرضها مع بعض البطولات الأخرى الأهلي كان بيشتكي من فكرة أنه البطولة تتعرض مع بطولة كاس الأمم الأفريقية مونتري المكسيكي لعبته ومشاركة مع منتخب المكسيك في تصفيات كاس العالم يهمني أعرف موقف تشيلسي من توئيد بطولة كاس العالم لأندية لها تقام في أبو ظبي يجب أن أكون صريحة معك في هذا الأمر باعتباري ممثل لنادي تشيلسي حتى الآن النادي لم يتلقى أي شيء صريح بمعنى تشيلسي لم يوافق على تأجيل أو تمديد بطولة كاس العالم للأندية في أبو ظبي ولم نرفض إذن تشيلسي لم يرفض ولم يوافق حتى الآن موقف الإدارة موقف صعب جداً أنت تعلم لأننا نعيش في فترة صعبة فترة نقول علي فترة غريبة بعد الشيء بسبب تجدد الفيروس وبسبب تجيل بعض المباريات في الدور الإنجليزي لذا فترة لم نؤكد أي شيء حتى الآن أكد على الكلام حضرتك أنه حتى الآن لم يتم أي تواصل رسمي بين تشيلسي وبين الفيفا فيما يتعلق بموعيد إقامة بطولة كاس العالم الأندية أؤكد لك كلامي تشيلسي لم تصله أي شيء من الفيفا أو من الاتحاد الدولي أو من اللجنة المنظمة لإدارة كاس العالم من أجل تأجيل البطولة بعض الأيام ولم يصلنا أي شيء رسمي هذا تأكيد لشاشة قناة النادي الأهلي إذا ما حدث أي شيء سأكون سعيداً بالدخول معكم مرة أخرى وأؤكد هارجع لملف كاس العالم بس على مستوى المنافسة بس خلينا روح كمان لوجهة نظر تشيلسي الإنجليزي سمعنا أنه اتحاد الأندية الأوروبية تواصل مع الفيفا وتواصل مع مسؤولي الفيفا فيما يتعلق بإقامة كاس الأمم الأفريقية وعدد كبير جداً من أندية الأوروبية وفي مقدمتها الأندية الإنجليزية طبعاً اللي بيشارك فيها عدد كبير من النجوم الأفرقى المحترفين أبدت اعتراضها على انضمام نجومهم للمتخبات الوطنية ومشاركة في كاس الأمم الأفريقية هل تشيلسي بيتبنى نفس الموقف أم لا موقف مختلف؟ للأسف تشيلسي أيضاً لم يتلقى أي شيء من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية باستدعاء بعض الععبين تشيلسي الععبين الأفريقية الذين اللعبونا في الدور الإنجليزي الاتحاد الدولي للأسف لديها أشياء عديدة غامضة لم يتم توضيحها الأمور بالأمس كان هناك اجتماع وتعلم أن الاجتماع خرج بلا شيء كان اجتماع اليوم مع سامو الإيتو ورئيس الاتحاد الأفريقي في الكاميرون نحن نتركب ماذا سيحدث؟ لأن تشيلسي أيضاً مثل النادي الأهلي يتركب إرسال لعبه الأفارقة وبالنسبة لكاس العالم نريد أن نعرف الموقف أيضاً هناك موقف صعب بتأجيل بعض المبارات في الدور الإنجليزي إذن بالنسبة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات لم يصل إلينا أي شيء بالنسبة للعبين الأفارقة ولم نعلم حتى الآن إذا ما ستقام البطولة أم لا هارجع مرة تانية لكاس العالم الأندية وبالتأكيد لقب غايب عن خزين تشيلسي إزاي بيبص أو بتنظر إدارة تشيلسي للمشاركة مشاركة تشيلسي كبطل الأوروبا في البطولة وفرصوا في تحقي اللقب وشايفين إزاي قوة المنافسة في بطولة بحجم كاس العالم الأندية على الورق الجميع يعلم أن تشيلسي بطل أوروبا وهو الأقوى وهو المفضل للفوز بالبطولة هذا إذا ما تحدثنا على الورق لكن البطولة بها واحد من أعظم الأندية الأفريقية النادي الأهلي نادي تعود على الذهاب إلى كاس العالم أكثر من سبع مرات مشاركة للنادي الأهلي الأفضل في أفريقيا كده يكون هناك بعض المفاجآت أيضا من بالميرس فريق برازيلي كبير ولديه سوالات وجوالات أعتقد أن تشيلسي بعد ما بدأ بداية مهتزة مع فرانك لامبرد في بداية الموسم الأخير ومع تولي توماس طوخل المسئولية ظهر تطور كبير جدا في أداء الفريق وده مكينه الحقيقة من الوصول لتحيي لقب دوري الأبطال ولكن يبدو أن تشيلسي بيعاني في بداية الموسم ومستوية في حالة تزبزب ونتائج الأخيرة يمكن ما كانتش على المستوى من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب أنت تعلم من الواضح أنك تتابع تشيلسي وتتابع الدور الإنجليزي الدور الإنجليزي بطولة مختلفة عن جميع الدوريات هناك دائما سلم موسيقي لكن تشيلسي في الأولى الأخيرة سلاسة عادلات مخيبة للأمال أطاحت بتشيلسي من المقدمة هناك أيضا بعض الأشياء الأخرى التي تتسببت في ذلك إصابات بعض اللاعبين وبعض الاختيارات التي تدخل فيها ماسيمو تخيل أتمنى أن ننهي فترة الكريسمس وأحنا في مركز متقدم أفضل من ذلك